اشتركوا في القناة وصحبه وبعد فهذان الاسمان السميع البصير طبعا كما هو معلوم للجميع من اسماء الله الحسنى ومن الاسماء التي تذكر دائما مقترنة يعني السميع البصير الخافض الرافع المعز مزل ويقولون يستحسن أو من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يذكر معا كلما يذكر مثلا لأن لو قلت أنه هو مثلا السميع فقد قد يعني يظن أن بالنسبة للبصير ما هو الحال فدائما سلفنا الصالح يعدهما ويذكرهما معا وهما يعني ورد مقترنين في القرآن الكريم وهو السميع البصير في مواقع كثيرة جدا أو آيات كثيرة ربما فقط في سورة السبأ وردت أنه سميع قريب طبعا السياق كان يقتضي هذا وفي حديث أبي هريرة وأيضا ربما في حديث الترمزي يعني هما تقريبا الحديثين اللي هما عددوا على الأسماء الحسنة وأوصلوها إلى تسعة وتسعين ومأخذهما من السمع ومن البصر نعم فمعنى السميع يعني السامع والبصير بمعنى المبصر نعم السامع معناها يعني بالنسبة أو في حق الله سبحانه وتعالى السامع لكل المسموعات كل ما هو مسموع هو يسمعه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وكل ما هو مبصر ويقع تحت إدراك البصر فالله يبصره فإذن يعني هو السامع لكل المسموعات والمبصر لكل المبصرات طبعا هما من صفات الكمال يعني ويتنزه الله سبحانه وتعالى عن نقيضيهما وهما كما هو معلوم يعني الصمم والعمى هناك من يفسر السميع هو إدراك المسموعات وإدراك المبصرات طب إيه الفرق بين السامع للمسموعات والمدرك للمسموعات فيه فرق ويعني بالبلد كده يعني مدرك بمعنى يعلم لأن الإدراك ده يعني شيء ينتمي إلى العلم وإلى الفكر وإلى كذا أدركت مثلا أنه سيكون كذا وكذا ده ليس أدركه بعينه ولا بيده يعني ليس إدراكا حسيا وإنما إدراكا عقلي إدراكا العقلي فيعود إلى صفة العلم فمعنى أنه مدرك للمسموعات وللمبصرات أنه يعلم المسموعات والمبصرات طب ليه الناس دي يعني هربانا من أن تقول أنه يسمع المسموعات ويبصر المبصرات زي ما اللغة بتقول كده وإحنا طبعا بنفسر كل شيء باللغة لأن القرآن نزل بلغة العرب وخاطب العرب وخاطبهم بما يفهمون من دلالات الأرفاظ التي يستخدمونها ويعرفونها هم هروبهم أيضا من أن يعني ينسبون لله سبحانه وتعالى صفة تكون فيها يكون فيها معنى الحس قوي لأن معنى السامع السامع عندنا كما نسمعه في اللغة السامع بأذنين والمبصر بحسة أو بآلة حسية طبعا هذا بالنسبة الله مستحيل نعم تلحقه لأن قررنا صفة هم يخافون مثلا فضيلة الإمام أن يقتربوا من التشبيه أو التصوير أو شيء من هذا بالضبط يخافون من تشبيهه بخلقه ليس كمثله شيء عندنا برضو قاعدة بتحكمنا أنه ليس كمثله شيء لا يمكن أن يشبه خلقه في صفات الخلق يعني الصفات الحسية فإذن قالوا نفسر نثبت له أنه سميع وأنه بصير هذه الأخلاف فرد في القرآن ولكن حين نفسر سميع ومصير نفسرها بأنه هو الذي يعلم المسموعات ويعلم المبصرات طبعا إلا هذا التفسير يعني لم يقبله كثيرون أو أكثر الشراح أو أهل السنة والجماعة بشكل عام لماذا فضيلة الإمام لم يقبله لأنهم يعني يقولون أن صفة العلم لها اختصاص نعم وصفة السمع لها اختصاص وصفة البصر لها اختصاص وإحنا عندنا الصفات كل صفة تفسر بمعناها نعم ونبين يعني الذي يدرس هذا الكلام طبعا شيء من العمق المتخصصين يعرفون أن الصفات تعلقات نعم يعني كل الصفة اللي سبحانه لها تعلق تعلق لأنها هي الصفات دي تتعلق أولا بمعفعال العباد أو بالموجودات والمخلوقات بالمخلوقات نعم فكيف تتعلق بالمخلوقات المخلوقات في مرحلتين نعم مرحلة قبل أن تكون ومرحلة بعد أن تكون والصفة أيضا الصفة كمان من المبادئ التي يجب أن يكون المسلم منها على يقين وعلى حذر في نفس الوقت أن لا يعتقد أن هناك صفة يتصف بها الله سبحانه وتعالى صفة حدثت بعد أن لم تكون كل صفاته قديمة لأن ذاته قديمة سبحان الله وهل هنا نفس الموضع فضيلة الإمامي يعني كيف تعمل يعمل اسمي السميع البصير في صفتي السميع البصر قبل حدوثهما نعم هذا هو السؤال يعني ربما المتوقع وفي نفس الوقت يعني الإجابة عنه هي ليست صعبة ولكن يعني تحتاج إلى بزل مجهود في التبسيط فمثلا عندنا إحنا لا بد أن نطلق من قواعد ثابتة القعدة الأولى أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها قديمة معنى قديمة يعني لا أول لها لا بداية لها قديمة بمعنى لم تكن ثم كانت لا الوصف القدم معناها لا تتصور أنها لم تكن ثم كانت أنما كلما تصورتها أدركت أنها لا أول لها هي موجودة أزلية أبداية أزلية موجودة في الأزل لا تتصور لها بداية نعم وده حيثبت كل ما سبت قدمه استحال عدمه إذا سبت لها القدم يثبت لها الأزل نعم فدي قضية مش مهمة الآن إنما المهم رقم واحد عندي أن ذات الله سبحانه وتعالى قديمة نعم ده واضح وذلك أول صفة أو من صفات الله القدم نعم أنه قديم قديم معنى أنه أزلي نعم ومعنى أنه أزلي يعني أنه لا يمكن أن يتصور أنه لم يكن ثم كان نعم إحنا بل إله يحتاج إلى إله ثاني ونفس الإله اللي بيفترض هذا نعم حيأتي فيه السؤال طيب هل اللي هو ده طلع لنا يعني استغفر الله والله المسؤول الأعلى بس علشان الناس اللي بيخضعوا للإلحاد أو بتاع نقول لهم هذا الكلام لو كان يعني يقولون آه الله ده موجود لازم يكون ينطبق عليه قعدة الموجود كل موجود لابد أن يكون له موجد نعم طيب يا سيد أنا حافترض جدلا الكلام ولو أنه ده تخريف لكن حان أسلمه جدلا عندي الإله ألف مثلا حتقول لي ده ما حيحتاج إلى لأن ده موجود حيحتاج إلى من يخرجه من يخرجه حنجيب باء اللي هو حيخرج ومن أخرج باء طيب باء ده كويس كالترخيره ضلع لنا ألف من العدم إلى الوجود باء ده حتفترض إيه موجود إذا افترضت قديم خلاص ده بيبقى افترض الأولان ويبقى سابة المطلوب نعم إذا افترضت بزي صاحبنا ده أنه عايز برضو من يخرجه من العدم إلى الوجود عايز دال نعم ودال سيدور فيه نفس السؤال هل هو موجود أزلا نعم عشان ما تسألنيش ولا حيحتاج إذا قلت موجود أزلا اعترفت بأن ها هنا إله موجود أزلي وتم المطلوب إذا قلت لي لا والله برضو أنا عايز ها ها ودال إذن يسموه التسلسل نعم والتسلسل في العلل مستحيل العقل يقول لك يستحيل أن تتسلسل هذه الأمور ولذلك يضربون مثل نعم يقول لك والله أفرض أن يعني أنا عندي مجموعة أعمدة كل عمود مائل ومستند على عمود قبله المائل دا اللي هو المنقول عليه دا لازم يعني دا ما ينفعش إلا لازم يطلع من العدم الوجود نعم طيب حيستند إلى إيه إذا استند إلى واحد زيه نعم مائل فده برضو يحتاج إلى أن يستند إلى عمود قبل نعم لو ماشينا في العقل دا على طول يستحيل نعم واحدة من الاثنين يأما أنك أنت تصل في النهاية إلى عمود ثابت غير مائل نعم يستند إليه الكل يأما حتفترض أن الأعمدة مائلة على طول وبالتالي كل دا يتهاوى ولا يوجد عندي عمود لمائل ولا ثابت نعم فده إبطال حتى يسمونه إحنا بيدرسونه طبعا يعني بطريقة أخرى إبطال التسلسل في العلم والمعلولات إلى ما لنهاي في الماضي العقل يرفض هذا والغريب أن المرحد يصدق هذا لأنه يصدق من وراء عقله ما بيعملش العقل هو يغض الطرف عن هذه القادمة لأنه شوف جزء كبير من الإلحاد مكابرة واستكبار وبالتالي هو يجيك في نص الطريق ويسيبه يقول لك لا أنا أنا مش مؤهل أنا أقود أبحث في الكلام لا أنا أنا مشوفتش خلاص طيب فخلينا في قضيتنا وهي أن ذات الله سبحانه وتعالى قديمة ولا يمكن أن تكون حادثة لا يمكن أن تجيني مستندة إلى غيرها حادثة يعني مستند إلى من يحدثه أوجده إلى من يحدثه هو ده الحادث فإذا سبت أن الزات قديمة الصفات التي تثبت لها هي أيضا قديمة لابد أن تكون قديمة وإلا حيلزم مستحيل عقل تاني إيه المستحيل نعم المستحيل لو أن أنا عند ذات قديمة وبعدين افترضت يعني مشوار بعيد ليس لها صفة نعم ثم ظهرت صفة حادثة فهنا ولا ياذب الله كان هناك شيئا ناقصا بالضبط ثم اكتمل كأنه كان ناقصا ومحتاجا ولا ياذب الله إلى هذه الصفة وحين حدثتها تكمل بها نعم إذا قلت والله تكمل بها ما تقدرش تقول أنها قد لأن معنى قديم أني يعني كل الصفات الكمال جاهزة لي نعم جاهزة ومتوفرة فلو قلت فلو قلت والله أنه تلحقه الصفة الحادثة بالضبط تقول يلحقه النقص ويتكمل فكأنك قلت هو كامل ناقص هذا تناقض والعقل يرفضه تماما نعم يقول لك إما أن تفترضه كامل وبالتالي لا يحتاج إلى أي صفة حادثة وإما أنت من الأول تفترضه ناقصا فلا تقول أنه ذات قديمة ما يكونش قديم لأن القديم معناه توفر له كل شيء نعم توفر له كل كمال فإذن الذات إذا كانت قديمة الصفات قديمة فضيلة الإمام وكيف تعمل هذه الصفات هذا هو الذي يسمونه تعلق الصفات نعم تعلق الصفات تعلق الصفات وخاصة الصفات التي تتعلق بالموجودات التي توجد فيما بعد نعم يعني في القدم وفي الأزل لا تكون موجودة طيب نعمل فيها مثل زائل سامع والبصر أنت بتقول لي والله الله سامع يسمع كل المسموعات كل المسموعات أو خلينا في مثال آخر مثلا القدرة الله قادر قادر وإحنا قلنا صفة القدرة يعني زي ما بنقول كل الصفة لها دائرة تشغل فيها أو لها لها التعلق وشيء فالقدرة تتعلق بالموجودات بإخراج الموجودات من العدم إلى الوجود هنا عايزين نشوف الصفة القدرة قبل أن توجد الموجودات نظامها ايه كانت موجودة ولا مش موجودة كانت موجودة بتشغل إزاي ده ما فيش موجودات حتى الآن نعم يعني أنا اسمح لحضر بمسال بحضرتك تفضل الفضيل يعني أنا حقول دلوقت مثلا حتساءل أن السيد زرادة أمامي هو بعد أن ينتهي من هذه الحلقة سوف هو قادر على أن يقود سيارته ويذهب بها إلى البيت نعم إذن الآن أنا أصف بالقدرة على قيادة السيارة نعم هو الآن موجود أمامي لسه لسه قيادة السيارة محصل القيادة لم تحدث يعني لم توجد بعد السؤال هل يصح وصفك الآن بأنك قادر أو لديك القدرة أو عندك القدرة على أن تقود سيارتك فيما بعد اتهاء الحلقة نعم أو لا طبعا واضح أن عندك القدرة نعم وإلا لا قدر الله بش حضرتك يعني لو قلنا أنك أنت غير قادر أصبحت هذا الذي نتحدث عنه بالعجز نعم إذا قلت أنه عاجز إذن تقول أنه ليس قادرا وبالتالي يلزمنا أن نحن نجري يعني كشوف ضبية عشان نعرف أنك أنت هتقدر أو ما تقدرش نعم لولا أن نحن جميعا مقتنعين ومتأكدين أنك تتمتع الآن بصفة اسمها القدرة على القيادة نعم لما صح لك بعد نطلب وراءك وتركب السيارة طيب القدرة دي بقى اللي هنا اللي احنا قدرنا استفقنا على أنك أنت موصوف بها دي وضعها ايه بالنسبة للقيادة يعني أنا عندي مقدور اللي هو القيادة ده سميه مقدور اللي حيطلع من العدم الوجود وحضرتك قادر والصفة دي قدرة طيب ما فيش مشكلة في القادر دي موجود قدامنا شايفينه وحنشوف القدرة دي بقى اللي هي موجودة حاليا علاقتها ايه بالمقدور اللي لسه حيحدث تتعلق به نعم تتعلق به تتعلق به ازاي ده طبعا المثال دول الله المسؤول العلاح ننتقل به بعد من العلماء يقولون أن هذه القدرة تتعلق بالمقدور اللي هو لسه حيحصل نعم تتعلق به تعلق صلاحية يعني هي الصالحة هي مستعدة لأن تتعلق به وتخرجه من من العدم الى الوجود فالتعلق الآن تعلق صلاحية هي صحيح كامنة مستقرة لكنها صالحة لأن تتعلق بهذا المقدور حين يعني يعني هي موجودة ولكنها غير فاعلة في هذه اللحظة ولكنها لديها القدرة على اداء الفعل اللي قلت حضرتك يمكن يعني هذا نفس التعبير هي صالحة ليست بالفعل ولكن يقولون وإنما بالقوة يعني هي صالحة نعم فالتعلق هنا حتى يسمونه تعلق صالوحي نعم أو تعلق صلاحية تعلق صلاحية قديم يعني منذ الأزل هي موجودة القدرة عند الله سبحانه وتعالى نعم وهي متعلقة بما سيكون تعلق صلاحية حينما يأتي الوقت وتشتبك مع هذا المقدور الذي سيخرج بسببها من العدم إلى الوجود أو سميه تعلق تنجيزي إنجاز إنجاز هذه الصفة تعلق فعل فإذا القدرة أنت تتصف بها الآن نعم قبل أن تتعلق بالمقدور ثم القدرة تتصف بها بعد ذلك التعلقين يعني القدرة هي هي قدرة كصفة هي هي لكن التعلق يختلف يختلف فتعلقها في الفترة التي هي قبل وجود المقدور ما قبل قيادة السيارة بس الفترة هذه هي والله المسؤول الأعلى هي التي سنجعلها في الأزل نعم بعد لما سنرجع والفترة التي هي أو التعلق بالفعل بالقيادة سنسميه فيما لا يزال نعم فإذا أنت لديك قدرة هذه القدرة موجودة سابتة لك وصفة وتصف نفسك بها ونحن نصفك بها الآن أنك أنت قادر على قيادة السيارة ولديك القدرة على هذا لكن تعلقها بمجالها وبشغلها الآن تعلق نسميه تعلق صلاحية نعم تعلق إمكان ممكن ممكن أن تقول إذا إذا انتقلنا واشتبكت بالفعل القدرة مع مقدورها نعم نسمي هذه القدرة هذا التعلق تعلق تنجيزي تعلق تنجيزي وهكذا هذه الصفات يسمونها في الأزل تعلقاتها تعلق صلوحي قديم نعم ثم تنجيزي حادث وهذا في أسماء وصفاتك السميع البسيط كل الصفات التي تتعلق قدرة يعني هي ليست الصفات الزاتية وإنما المتعلقة بأفعل بأفعل المخلوقات فالله سبحانه وتعالى قادر في الأزل قادر على ما زي يا أخواني نسمي فيش مقدورات يقول لك قادر معنى تثبت له صفة القدرة التي هي صالحة لفعلا التعلق بالمقدورات وإخراجها من العدم إلى الوجود حين يريد الله سبحانه وتعالى حسب علمه ويجيء وقت إخراج هذه المقدورات فهي ما قدرش أقول أن قبل إخراج المقدورات ما كانش ليصفها اسمها القدرة نعم وإلا كان سيكتسبها جديدا وبالتالي يكون معطل أو يكون ناقصا ثم استخمال بها نعم وهذا والعياد بالله لا يصح أن نصف لا يمكن أصله يعني بغض النظر عن يعني إحنا مشغالين بالعقل دلوقت نعم وهو العقل انطلق من أنه ذات كاملة نعم قديمة يعني كاملة ما يكونش قديم ولسه في حاجة جديدة تستحدث حيتكمل بها ما يبقاش قديم نعم يبقى هو حادث حادث هندخل في مشكلات من أوجده وديه وديه طريق آخر نعم لكن إذا اتفقنا على أنه قديم بمعنى أنه اكتملت له كل الصفات معنى أنه لا يحتاج إلى شيء حادث أبدا نعم فالقدرة لو إحنا قلنا والله قدرة هذه غير موجودة وإنما توجد حينما تتعلق بمقدرات إبقى أنا قلت أنه هو الله الآن معطل والآن هو غير قادر نعم زي ما احنا استردنا كده وحينما وجدت الموجودات القدرة ظهرت فتكمل بها نعم أو يعني هي كان ناقصا يعني ولله المسأل الأعلى وتكمل بها وهذا مستحيل كما قلنا نعم إذن قدرة الله سبحانه وتعالى وده حنتكلم فيها معلاش الوقت راح لكن دي تأسيسات لابد من فهمها جيدا نعم فمثل هذه الصفات قبل أن تتعلق بمقدوراتها المحدثة التي توجد بعد عدم نعم لأن التعلق التاني حين تشتبق تتعلق حادث ولذلك يسمونه تنجيز حادث صالوحي قديم معنى في القدم صالحة نعم وتنجيز حادث أنها حين تحدث الأمور فهي قادرة على أن تتعامل وتنجز نعم شكرا فضيلة الإمام ونستكمل الموضوع في الحلقة القادمة بإذن الله شكرا لمشاهدين الكرام على حسن المتابع إلى لقاء جديد وحلقة جديدة بإذن الله اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة